اي حد ممكن نصنع محتوى اي حد ممكن النهاردة بقينا بنشوف على الواصل الاجتماعي او المنصات اللي هي بتحقق ارباح ناس كتير جدا بتظهر على المنصات دي وناس كتير جدا بتتكلم في حاجات كتيرة جدا سواء مفيدة او مش مفيدة لكن المهارة ان انا اقدر النهاردة انا اشتغلت كتير جدا في جزء يخص القضايا الاجتماعية الحاجات اللي هي الترندات اللي بتحصل اليومي الجزء ده مهم جدا وفي نفس الوقت خطير قوي في الشخص اللي بيقدم المحتوى ده لو ما عندوش القدرة والمهارة ان هو يقدر يعمل التوازن لو فيه قضية رأي عام مثلا جريمة قتل حاجات من اللي بتحصل اليومية حاجات النقاط اللي بينتقدوا الفنانين او الكلام ده الجزء ده لو اذا ما كنتش متمكن فيه وعندك المهارة اللي تقدر تعرض به قضية في نفس الوقت لا تضر ببلدك ولا تضر بسمعة بلدك لان صنع المحتوى ده عشان يقدر يصنع اي حد ممكن يطلع الكلب اي حد لكن مهارة اللي تبقى موجودة ان انت تحافظ لو فيه قضية مثلا ان انت تحافظ على شكل دولتك تحافظ على الاسلوب اللي بيحصل ان السوشال ميديا فيها بتزاز كتير جدا وفيها ناس كتير جدا بتتاجر بقضايا وفيه ناس كتير جدا بتستغل المنصات دي انها الحاجة اللي استغفى الله يعني الحاجة اللي انا ايه لازم خلاص انا بيت صنع محتوى فحخلي الناس كلها المتابعين اصحاب منصات تانين هم الحاجة اللي انا اقدر اتحكم فيها وسيطر عليها فده بيصدر صورة لصنع المحتوى يا اما هو بعبر عن نفسه يا اما بيصدر صورة انه هو راجل فعلا مهني وراجل محترف اللي بيعمله ده يا اما بيصدر صورة تانية سلبية فبالتالي بيبدأ العالم الاخر بيبص لصنع المحتوى ده هو ده مثلا من دولة كذا طب ما ده بيعبر لا هو ما بعبرش غير عن نفسه بس لكن مهارة صناعة المحتوى محتاجة ان انت يكون عندك احترافية في الاداء بتاعك بتعرف تجيب مصدر قوي جدا للمعلومة اللي هتطلع تقولها في ناس كتير جدا في مصدقية في اللي هو بيقوله عشان الناس تصدقوا والناس يصدقوا وفي نفس الوقت الكلام ده عليه رقابة اصلا يعني في الناس برضو قاعدة وببصوا على الكلام ده فزي ما كنتش أنا عندي مصدر الثقة المعلومة اللي هقولها عشان ابني جمهور قوي يبقى مصدقني وفي نفس الوقت ما يبقاش الموضوع في ابتزاز او شتايم او الفاظ خارجة ده بيحصل عشان المادة وحدك ما تفهميش برضو للأسف ان بتلاقي ان اصحاب الشتائم او الكلام الخارج بتلاقي اليوم جمهور ولكن سايدك ريتش عندهم يعني الناس بتشوفهم اعلى بكتير يا فندم ده انا عايز اقوله سيادتك طب ليه طب ده يعني نقطة كويسة ليه طيب اعز اعرف ليه بيحصل ده يعني النهاردة لما اجي اطلع انا ممكن مثلا اطلع اعمل محتوى اعود اجيب سيرة حضراتك واجيب صورتك واعد ابتز فيكي بشتائم وبكلام ملهوش اي 30 اللازمة وبكلام اصلا ملهوش فالناس بتحب الفضول عايز اهرف كسر خنائق فالناس بيحصل عندها الفضول فابدأ انا ايه وممكن اكون متفق مع واحد صاحبي على فكرة او واحدة بتقدم محتوى اكون متفق معاها خلي بيك احنا نهاردة احنا طلع الترند في واحدة نهاردة نعمل لقطة فانت بقى جاهزي اه فانت جاهزي نفسك في الحتة دي وحتفضل بقى السجار رايح جاي ما بينه وبينك وفي نفس الوقت المتابع نفسه هو عايش في غيبوبة يعني الاسف ان ده بتلاقيه بلاي نفسي المتابع بيحب ده وعنده الفضول يعرف ده ويبدأ يدعم كمان بفلوس هدايا ويبعد فلوس فلوس كتير جدا طب ايه مصدر الموضوع ده هو انا عشان اطلع اعمل الشكل القصة دي يبقى انا حستفيد فلوس فبالتالي بيأثر بالسلب على الناس الكويسة طب انا انا حصنع محتوى ازاي في وسط ما انا شايف واحد ممكن ياخد في اليوم خمسين وستين الف جنيه في ساعة زمن عمال الله وبيتطلع يشتمع الناس ومحتوى تافي جدا ومش هادف خالق وفي الاخر يجي يقولك ايه لا اصلا خلي بالك انت لو روح تحولتني لعملتلي قضية ومحضر في الاخر هتحول المحكمة اقتصادية ممكن ترسل في الاخر على عشر تلاف جنيه حسب الموضوع على مبلغ بسيط جدا هل ده محتاج قانون يتم تفعيله يجرم يجرم الفعل ده فعلا يعني انا هل انا منطقي النهارده اطلع على اليوتيوب او الفيسبوك اعود اشتم حضرتك او اشتم اي حد باسمه وصورته واستفزه وإلا ادب عليه بدون ما يكون في الاخر فيه فعل مجرم